سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم وتسليم المزيد أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعنوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل نأخذ هذه المجموعة تفضلي يا أختي أم سارة من عجمان علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عافية والدي عافيك أهل وسهلا الله يساعدك وبرك في عمرك يا رب يا رب صحة وطلط العمر يا رب يا رب وإياكم بزاكم الله خير الله يساعدك يا رب بدي أسرك يا شيخ بس بالنسبة لزكاة تاعتي يعني أطلع الزكاة بالجزء أني أطلعها لأولادي نعم يعني أولادي كبار بس ما بيشتغلوه ايه بصير يعني أطلع لهم إياها يعني طيب يوم سارة لأن أنا دائما والله باوديه يعني لبلدنا يعني أطلع مثلا على الأردر هون بس أولادي بحاجة بحاجة ما بيشتغل شباب ايه أبوهم موجود آه والله بس كمان ما في شغل ما عنده شغل آه والله طيب يوم سارة السؤال الثاني يساعدك وبرك في عمرك يا رب هم يعني شوي يعني مش بالصلاة بصراحة مش من تزمين بالصلاة ايه الله مستعان الله مستعان الله مستعان الله مستعان يعني زي هيك يعني الله يعين ما عصب وبضل أكثر شي بسد عليهم بحكي لهم والله أني راح أضل غاضب عليكم لأموت وأنا غاضب عليكم عشان ما بتصلي ما بتلدز ما في الصلاة كم معمارهم يا مسارة كم معمارهم الله يصلحهم تلاتين ومتا من وعسين سنة لا إله إلا الله الله يصلحهم ويهديهم بس يوم الجمعة بصلوا طيب بول أيام العادي يعني دور ما عصر مغرب ما عيشة طيب هاته ما رجوز في عجل رمضان هيك يعني الله مستعان يوم يصلوا يعني كثير ما أنا خيث عليهم طيب باقي شي يوم سارة نعم الله يساعدك وبرك في عمرك يا رب ومثلا على كل نفر مثلا بدي أطلع رز كم أطلع على كل شخص يعني علينا مثلا رز زكاة الفطر طيب يوم سارة أبشر الله يساعدك وبرك في عمرك يا رب مرحبا 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 الله يساعد فضلم حسن السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله شيخنا الله يرضى عليك بغيت بس أسأل أسأل ثلاث أسئلة مش أكثر ما خالف فضلي شيخنا سؤالي الأول هل يجوز أني أحط سجادة الصلاة بالعرض مش في الطول عادي طيب والسؤال الثاني كانت الدورة الشهرية بتكون ثلاثة أيام أو أربعة أيام وبنظف منها عادي أصلي ولا أنتظر سبعة أيام أنت ترين الطهر قبلها يعني؟ هي أنا خمس أيام بس أنا يعني أخاف أقول إنه شيء ثاني يصير فأنتظر سبعة أيام ولا خمس أيام وأصلي طيب يا أم حسن باقي سؤال السؤال الثالث أنا من أصلي بذكر بالدعاء أموات المسلمين جميعا هل يجوز أنه أذكر أسماء الأموات أنه مثلا والدتي فلانة بنت فلان أو والدي عادي أنه أذكرهم ولا مش عادي هذا ومتى تقولين هذا متى تقولين بالدعاء بعد نهاية الصلاة عادي أنه أذكرهم أو لا طيب يا أم حسن بس سؤال الله يرضى عليك أخير نخال فضلي أنا ختمت القرآن الوالدي واللي عمت أم زوجي وكلهم ختمت لهم إياه بس قبل ما أعرف أنه حرام أنه واحد يقرأ القرآن الميت فهو واصل لهم أو مش واصل طيب يا أم حسن مشكور لذاك الله خير مرحب مرحب فضليم صالح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شو بدأ قولك يا شيخ أنا أمية ومش آري ولا متعلمة ايه والحمد لله عن المسجل حاضر حوالها يعني حاضر بجي 25 كورة ما شاء الله وبقراهن وبعيد وبصلي فيهن بجوز طيب يا مصالح وبعدين في عندي ولد بيشطل ببنك مش إسلامي ايه وبنطيني معاش بحليلي أني أكل منه وأصرف منه وأنتي ما عندك دخل يوم مصالح ما عندي دخل ولد تاني بنطيني ايه اه وشغله كيف بالبنكي يشتغل في الريبة لا يشتغل الموظف الموظف والله بتعب وبشطل وبشطل وحاجج وصايم ومطل والحمد لله ايه ما شاء الله اه بس إنه هاللي هاللي معاش البنطينية بس صدق فيه كلياته للفؤرة بجوز وانت تخرجينه كلها اه والله بخرجه للصداء ما للفؤرة يعني هدية فؤرة طيب لو رجعتي له في مشكلة لا بيعني رجع له لي يا ليش يعني اني بص حاجة العالم ما نصحتي يعني يطرع من البنك والله بس ما بقى بقى نصحت بس بقولك شغله يعني انا موظف وبتعب مثلي مثل هالعالم طيب يا مصال هبشر ان شاء الله هبشري اه وبعدين الله يوجه لك الخير شوكم لكان عندي سؤال تاني اه بصلي وانا اعدع الكرفي لأني عندي واجعة بظهري اي واجع وبصلي ايام الليل الحمد لله بداو مع ايام الليل بالتلت الليل يعني بصلي ما شاء الله ساعة ثلاثة ساعة ثلاثة بصلي تذكر الله يتقبل منك ان شاء الله يا رب والحمد لله ملتجم ما شاء الله الله يوفكك يا مصالح الله يوفكك يا رب بحضر كل حك كل براجمك على التلفزيون الحمد لله الله يوجه لك الخير يا رب يا رب الله يحييك يا مصالح الله يخليك يا هلا فضل أخوي أحمد عليكم السلام مرحبا أخوي أهلا وسهلا أمين الله يخليك شيخ شيخ كان عندي كم سؤال بس فضل يا أخوي حبيت شيخ أول أعرف أول سؤال إن شاء الله بإذن الله ما هو الفرق ما بين القضاء والقدر الفرق بين القضاء والقدر إن شاء الله ده هو سؤال تاني سؤال إن شاء الله بإذن الله إيه هو الفرق ما بين الروح والنفس الروح والنفس يعني النفس طيب ثالث شيخ حبيبيت أتحور معك فيه إن حضرتك دلوقتي لو أنت حضرتك عارف الشباب واستنج جواز وكده حضرتك شيخ لو شاب كتب الكتاب على شاب يعني عقد عقد القرآن جواز على سنة الله ورسوله كتب القرآن عقد القرآن إن شاء الله إيه هل يجوز النواة يلمسها في ملامسات ما بينهم لسه ما باش فيه إشهار يعني لسه ما فيه عقص لكن فيه كتب الكتاب نعم نعم أبشر هل يجوز فيه ملامستها أو النواة يقوم معها أو شيء واضح يا أحمد واضح الله يخلي أهلا و سهلا أهلا و سهلا مرحبا أخوي مرحبا طيب طيب أرجع للأسئلة عندي الأخت أم سارة من عجمان تقول بالنسبة للمرأة هل لها أن تخرج زكاة أموالها لأولادها تقول ما يشتغلون يا أخت أم سارة لا ما يجوز لا تعطي المرأة لأولادها ولا لآبائها لا تعطي لأبيها وأمها ولا تعطي لأولادها هذه القاعدة الشرعية أن الزكاة لا تعطى لا للفروع ولا للأصول ما يعطي الإنسان أبوه وجده وأمه وجدته ولا يعطي أولاده ما يعطي أولاده بارك الله فيك إلا في حالة واحدة استثناها بعض العلماء قالوا إذا كان الوالد غارم عليه دين كبير ما يستطيع السداد أو الولد غارم عليه دين كبير ما يستطيع السداد قالوا ممكن أن يعطى من الزكاة لأن الغارمين في قوله تعالى والغارمين قد يكونوا أغنية ولذلك الشرع قال يعني جاء في الحديث بأنه ممكن يعطى الذي تحمل حمالا من هذا أخذ العلماء بأنه يجوز أن يعطى الإنسان حتى يعطي يعطي فروعه أو يعطي أصوله فيا أخت الفاضلة هؤلاء نفقتهم واجب على أبيهم أنت قلتيني بأن أبوهم ما يشتغل ممكن يا أخت الفاضلة تعطين أبيهم أنت تعطين زوجك تعطين من الزكاة إذا كان مثلا الزوج ما يشتغل فقير ومسكين تعطينه هو يصرف عليهم بارك الله فيك أم سارة تشكو أولادها تقول بأنه غير ملتزمين بالصلاة وحيانا تقول من الغضب عليهم أقول يا كفر ليش ما تصلون وكذا وكذا يا أم سارة الله يعنا وإياك ويصرح لنا ولك الذرية يا رب العالمين بالنسبة لأولادك هؤلاء ذكرت بأن أعمارهم ثلاثين وثمانة وعشرين والله أنا ما أدري يعني هؤلاء الشباب إلى متى وهذه الغفلة إلى متى وهذه الغفلة الصلاة والله ما تكلف الإنسان شيء الصلاة عموذ الإسلام الصلاة ركن الملة لا خير في دين لا ركوع فيه لا خير في دين لا صلاة فيه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذه الصلاة الله جل وعلا أمر به قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونهى الله جل وعلا عن التساهل بهذه الصلاة وعن التخلف عنها يقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هذا الذي يصلي وقت ويترك وقت هذا توعده الله والعياذ بويل قيل ويل وادي في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره وقيل بأن كلمة وعيد وتهديد ويل ويقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قيل غي واد في جهنم نسأل الله العافية والسلامة ربنا جل وعقوا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل بين الشرك أو الكفر تركوا الصلاة قل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هل هؤلاء الأولاد الآن يعتقدون بأنهم سيخلدون هل هؤلاء الأولاد ضمنوا وكأنهم أخذوا صك من الله بأنهم سيعيشون كذا سنة الآن زمننا هذا والله إن فيه من الآيات والمواعظ والعبر ما يقتق شعر له الأبدان الله جل وعلا جعل المواعظ على قسمين مواعظ كونية ومواعظ شرعية المواعظ الكونية هذه الموت الفجأة هذه موعظة والله من أعظم المواعظ الموت الجماعي الزلازل الحروب الفتن شباب في زهرة الشباب وفي ريعان الشباب يذهبون ويموتون شباب صحتهم يعني يعني جيدة بل ممتازة ومع ذلك فجأة يمسي حيا ويصبح ميتا ولذلك الإنسان لا بد أن يستعد للقاء الله جل وعلا والله تعالى ما كلفنا يعني بما يشق علينا وبما لا نستطيعه كلفنا بالذي نستطيعه لله الحمد وبعدين هذه الدنيا المتأمل بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة دائمة هذه الدنيا مرحلة الإنسان يؤدي فيها غرض ويرجع إلى داره الحقيقية الجنة رزقنا الله وإياكم الجنة المقصود بأن هؤلاء الأولاد لا بد أن تنبأ أكيد لهم أصدقاء يا أم سارة أكيد لهم أصدقاء ماتوا في حوادث سيارة وإذا لم يكن يعرفون فلان وفلان كم من الحوادث التي أكلت من الشباب في العشرين وفي الخمسطعش وفي العشرين وفي الثلاثين ما نفعهم الصحة والشباب ما نفعتهم ولذلك يا أخت الفاضل ذكريهم بالله وخوفيهم بالله أهم شيء الصلاة يقول جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقام الإنسان الصلاة جاءه كل خير ولله الحمد أعظم ركم في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة لكن يوم سارة تشكرين على غيرتك وعلى حماسك وعلى زعلك وتؤجرين على ذلك لكن انتبهني ألفاظك لا تقللهم يا كفرة هذه قد وعياذه بالله يكون الشيطان حاضر ويبدأ يدفعهم فعلا في اتجاه ترك الصلاة ويبعدهم عن عن الخير وعن التدين ولذلك يا أخت الفاضلة أكثر لهم من الدعاء لا تقلهم يا كفرة قلهم يا الطيبين يا الأخيار أنتم مثلكم اللي يصلح أن يصلي أنتم أولى الناس بالصلاة إذا أنتم ما تصلوا من اللي يصلي من اللي يصلي الكلام الطيب هذا يمكن يفتح مغالي قلوبهم يا أخت الفاضل قلوبهم يمكن هذا الكلام إلي من طباعهم هذه الحادة وعنادهم في قضية الصلاة وبعدين لا تنسين يا أمسارة أكثر لهم من الدعاء في سجودك إذا سجدت يقول يا رب اهديهم يا رب اهديهم للصلاة يا رب اهديهم للتي أحسن وأقوم هذا الدعاء الطيب لا تنسينه لأن الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال جل وعلا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ودعوة الوالدين دائما تطلع من قلب رحيم يعني فالله جل وعلا يقبل دعاءهما يعني في أولادهم وكذا وانتبه من الدعاء لهم لا تدعين عليهم فالنبي عليه الصلاة وقال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لأن الإنسان قد يوافق ساعة إجابه يندم ولا تساعة مندم يا أخوة الفاضلة تشكرين على الغيرة وعلى الحماس وعلى يعني حزنك على وضعهم لكن ابذلي هذه الوسائل وبعدين لابد أن تعرفي بأن الذي بيده الهداية هداية التوفيق هو الله جل وعلا نوح عليه السلام ما قدر يهدي زوجته وابنه نوح عليه السلام أبو الأنبياء عفوا أول الأنبياء ما استطاع يهدي زوجته وابنه يقول لابنه يا ابن يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يقول أنا خلاص أبطر على الجبل فأدركه الغرق زوجته أيضا تشوف نبي الله نوح ينزل عليه جبريل ومع ذلك والعياذ بالله قلبها كالحجارة بل هي أشد بل هو أشد المقصود يا أخت الفاضلة لما أقول هذا الكلام حتى الإنسان لا يتجاوز الخط الصحيح لأن أحيانا بعض الناس يعتقد بأن والله خلاص هو الآن لازم يهتدون ولازم كذا صحيح نتمنى والله نتمنى أولادنا أن يكونوا كلهم من حفظة القرآن من حفظة السنة ومن أهل قيام الليل من أهل الصيام ومن أهل الصلاة لكن هذا أحيانا مبأيدين نحن عندنا هداية الدلالة يا ابني ترك الصلاة كفر ترك الصلاة ماجوز ترك الصلاة حرام بهذا الطريق أبارك الله فيك والهداية بيد الله أهم شيء يكون أسلوبنا طيب ولي لأن الله تعالى يقول لنبي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لن فضه من حولك النبي عليه الصلاة وكان يحث على الرفق دائما يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة أسأل الله الكريم أن يهدي أولادك إلى الصلاة وأن يهدي جميع أولاد المسلمين أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يحفظ شباب المسلمين وفتيات المسلمين وأن يردنا وإياهم إلى دينه ردا جميلة أم سارة تسأل عن زكاة الفطر تقول كيف أخرج زكاة الفطر يا أخت الفاضلة زكاة الفطر تخرجينها طبعا من طعام أهل البلد الآن أغلب طعام أهل البلد هو الرز بارك الله فيك تخرجينها صاع الصاع تقريبا كيلوين ونصف بارك الله فيك وانتبهي بالنسبة لوقت زكاة الفطر بارك الله فيك وإذا فاتتكي نسيانا فعليك أن تقضيها حتى ولو يعني الآن قد تكون فاتتكي فأنت تقضينها بارك الله فيك يعني تخرجينها تخرجينها حتى ولو بعد صلاة العيد لكن أهم شيء الإنسان يخرجها القصير أعود فألتقيكم بإذن الله حياكم الله من جديد الأخت أم حسن بارك الله فيها من الشارقة تقول بالنسبة لسجادة الصلاة تقول هل لي أن أضعها بالعرض أم بالطول يا أختي أم حسن بارك الله فيك أولا لا بد أن نعلم بأنه ليس من شروط صحة الصلاة أن يصلي الإنسان على السجادة هذه وليس من واجباته وليس من سننها أيضا لذي ما عندنا شيء في الأدلة الشرعية على أن الإنسان لازم يصلي على السجادة المسلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول قال وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فأيما مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور الأرض كلها مصلى للإنسان ولله الحمد إلا المقبرة وإلا الحمام هذا استثناها النبي عليه الصلاة والسلام أما بقية الأرض فهي محل الصلاة تصلي على السجادة في الصالة في البيت تصلي على البلاط على الكاشي على الرخام تصلي على حصير تصلي على التراب على الحشيش في الحديقة كل هذا جائز ولله الحمد أقول هذا الكلام لأن من الناس وأنا رأيت بنفسي هذا ما يمكن يصلي إلا يجيب السجاد ما يمكن يصلي إلا يجيب السجاد يعتقد بأنه ما تصح الصلاة إلا بهذا السجاد وهذا غلط الصلاة تصح في أي مكان في أي مكان ما دام أنه طاهر المكان طاهر فتصلون عليه بارك الله فيكم وبعدين السجادة هذه لو صليتها هي مقلوبة ما فيها شيء والحمد لله يعني السجادة هذه لو قلبتيها وصليت عليها ما فيها شيء حطينا بالعرض بالطول مثلثة ما فيها شيء هذا الكلام أقول ليش حتى أخفف ما عند الناس من قضية والله الاهتمام الزائد بالسجادات لازم يصلي على السجادة وإذا السجادة مهم موجودة ما يصلي حتى يجد السجاد يجد يركض يروح يدور في بيته ما فيه السجاد صلي على الرخام صلي على الكاشي على البلاط صلي على السجاد البيت المكيت أو مثلا السجاد الكبير كل هذا مشروع ولله الحن في أخط الفضل ما فيه بأس في هذه الحالة لذكرتها أنت أم حسن أيضا تقول بالنسبة لما تصلي تذكر الله جل وعلا وتدعو لجميع الأموات أموات المسلمين تقول بالنسبة للدعاء لوالدية هل يلزم أن أقول اللهم اغفر لي أمي فلانة بنت فلان بنت فلان أو أبي كذا فلان بفلان يا أختي محسن على هذا ما خلصتي ويروح الوقت كله تصري فينا على مثل هذا الأمر يا أختي الفاضل الدعاء تقول اللهم اغفر لي والدي الله عز وجل هو علام الغيوب الله عز وجل لما تقول والدي فلان أنت أسأت الأدب مع الله كأنك الآن تعرفين الله عز وجل وتعلمين بأن والله أبوي فلان أو أم فلان بنت فلان لا هذا غلط بارك الله فيك اللهم اغفر لي أبي اللهم اغفر لي والدتي الله عز وجل علام الغيوب الله عز وجل يعني يعرف بأن بأن أمك فلان وأن أبوك فلان فما في داعي يا أختي الفاضل هذا من التنطع هذا من الاعتداء في الدعاء يعني تقول اللهم اغفر لأبي فلان ابن فلان الفلاني والدتي فلان ابن فلان ما هي صلحان وبعدين تقولون أدعو لجميع المسلمين هل تقصدين تدعو لجميع المسلمين ممن تعرفين بأسمائهم هذا غلط تقول اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يكفيك هذا دعوت الآن لمليارات أو لمليارات أكثر من مليارات من المسلمين على طول الزمان طبعا لما تجين عند تخصصين الدعاء لوالديك تقول اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لجدتي لجدي اللهم اغفر لأخي فلان ممكن أخوك لأن عندك أكثر من أخ اللهم اغفر لأخي فلان محمد مثلا الميت مثلا اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر لأختي فلانة ما فيها بأس تخصصين بالدعاء بارك الله فيك يا أم حسن أم حسن تقول بأن ختمت القرآن لوالديها تقول قبل أن أعرف بأن هذه المسألة غير جائزة وكذا تقول هل يصل ما مضى أولا يخط الفاضلة يعني هذه المسألة هي خلافية بين العلماء ما فيها إجماع ولكن الراجح بأن القرآن ما يختم على الأموات لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ على أمواته وما أوصى بقراءة القرآن على الأموات وقد مات له أقارب وأصحاب ما قرأ عليهم ولا قال للناس أقرأ عليهم حتى للرجل الذي يأتيه يقول يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي الآن ماتوا ما قال اقرأ عليهم القرآن قال ادعوا لهم تصدق عنهم صل الرحمة التي لا توصل إلا بهما أكرم صديقهما هذا الذي كان يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أما قضية والله يصل ما يصل هذا عند الله جل وعلا ما ندري يا أخط الفاضل أنت تقولي أسأل الله أن اسأل الله جل وعلا القبول واترك هذا الأمر واستمر بالدعاء لوالديك والصدق عنهما بارك الله فيك أم صالح من أبو ظبي تقول بأنها امرأة أمية ما تقرأ ولا تكتب لكن تقول الحمد لله أشغل مسجل وحافظة خمس وعشرين صورة أقرأها دائما وعيدة وكررة هل لي أجر؟ نعم يوم صالح أسأل الله أن يكثر أمثالك وأسأل الله تعالى أن يزيدك حرصا وهذا عمل طيب شوف ما شاء الله هذه المرأة ما تقرأ ولا تكتب لكن وقتها أشغلته بسماع القرآن حتى أنها حفظت خمس وعشرين صورة اللهم بارك خمس وعشرين صورة هذه نعمة من نعم الله جل وعلا فأتمنى من النساء التي لا يقرأنا ولا يكتبنا أن يستثمرنا قضية الأشرطة وسماع القرآن ويكثرنا من ترداده وحفظه ويلتحقنا أيضا بالجمعيات الخيرية ومراكز تحفظ القرآن وحلقات تحفظ القرآن الحمد لله في حلقات الآن للنساء الكبيرات وللكبار في السن يعتنون جزاهم والله خير حتى بيعني هذه الشريحة من الناس يحطولهم حلقات خاصة بهم فيا أختي أم صالح أسأل الله تعالى أن تقبل منك أنت على خير وإقرأي وكرري وكل هذا أجل لك وثواب عند الله سبحانه وتعالى أم صالح تقول عندها ولد يشتغل في البنك ويعطيها شهريا تقول عندي ولد آخر يعني ليس له علاقة بالربة تقول الآن ما العمل هل المبلغ هذا الذي أخذه حلال تقول أنا أقوم فأتصدق به يا أختي الفاضلة يعني مدام أنه أعطاك هذا المبلغ فأقبليه أقبليه وتصدقي به الأجل لك والثواب لك بإذن الله سبحانه وتعالى لكن أنا أنصحك بأن تقدم نصيحة لابنك بأن يبحث عن عمل آخر إذا كان يباشر عملية كتابة الربة أو الشهادة عليه مثلا أو يعني إنهاء الإجراءات مثل هذا الأمر فهذا أمر محرم فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربة وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء يعني في الإثم لعن آكل الربة وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء يعني في الإثم نسأل الله العافية نصحي يا أختي الفاضلة يبحث عن عمل آخر نظيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبوات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبوات وقع في الحرام والإنسان يجب أن يعني يشتغل الشغل الحلال المحظ اللي ما في أي شبهة لأن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن كل شيء يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لتؤدن الخيط والمخيط الخيط 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 الإبرة يسأل عنه يوم القيامة للإنسان ولذلك يا أختي الفاضلة قدمي له هذه النصيحة لعل الله عز وجل يسر له عملا شريفا نظيفا يكتسب منه لنفسه ولأولاده ولبيته طيب فضل أبو عبد الله سلام عليكم يا شيخنا سلام ورحمة الله عاد الله عليكم الشهر للفضيل باليوم المبالكات يا رب جاك الله خير الله يبارك فيك شيخنا إذا دي قناة أسئلة سريعات فضل الأول بخصوص الزكاة إذا كان لأخت معسرة يعني هي تشتغل وريلة بشتغل ولكن يعني عليهم ديون كثيرة ودخلهم لا يكفي لمعيشتهم يعني مستدين فهل تجوز عليهم الزكاة طيب أيضا بنفس الوضع يعني هو يعمل ولكن هو معسر يعني هو عنده طالب في الجامعة فهل يجوز من هذا أخوك أخي أخي نعم هنا طالب في الجامعة هذا السؤال الأول عفوا نبو عبد الله بالنسبة لأخيك الوالد حي نعم ينفق عليه لا لا هو لا ينفق عليه الوالد أنا أنفق على الوالد أيضا ها طيب طيب نعم هذا السؤال الأول بالنسبة للسؤال الثاني شيخنا بخصوص إذا مثلا أردت أن أشتري بيت وأنا طبعا الحمد لله ربنا كارمني أني بعيد كل البعد عن الربا وأبعد عن كل ما يؤدي إلى الربا ولكن تعرف البيوت الآن أسعارها يعني غالية ويعني أنا وجد نفسي أنه إذا بدأ أشتري بيت لابد أني ألجأ للبنك أنا في بنك دبي الإسلامي هل يعني الإنسان ممكن أنه يشتري بيت عن طريق بنك دبي الإسلامي وهل هذا يجوز طيب طيب أبشر يا خويب عبد الله والسؤال الأخير والله هذي للسؤالين شيخنا الكريم فضل أنا أسمع الإجابة منك فضل عندك باقي أسئلة شيء لا لا هذي للسؤالين كريم أبشر يا أخويب عبد الله أبشر أبشر بالخير أول عمرك فضل محمود السرعة معكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله شيخنا في عندي ثلاث أسدين فضل أخوي السؤال الأول كيفية هبوء فبحيش كما ورده بسنة النبوية للشريف نعم والسؤال الثاني ما ليقار عند دخول بيت الخلاء والخروج منه اي نعم والسؤال الأخير كيفية المسح على الخفين المسح على الخفين نعم والله يا محمود جبت أبواب الطهارة كلها اليوم ما شاء الله عليك طيب يا محمود أبشر إن شاء الله تنفيخ مرحبا فضل يا أحمد أهل والسلام عليكم وزيكم السلام وبركاته أخبر حضرتك أهلا وسهلا الحمد لله كنت بس أعيز أسأل حضرتك سؤال فضل كنت أعيز أسأل سؤال كيفية معالجة مشكلة التسويف مثلا في الصلاة في القرآن هذه الأشياء معالجة كيفية ايش كيفية معالجة مشكلة التسويف يعني زي حلي مشكلة كل شو مثلا أجل الحاجة مثلا في الصلاة التسويف اي نعم اه التسويف أنا مثلا أجل الصلاة أجل القرآن نعم كل حاجة أجلها في حياتي عموما طيب طيب ماذا يا شيف شكرا أهلا 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 لإحمد ماذا يا شكرا خلاص طيب طيب نرجع الأخت أم صالح بارك الله فيها من أبوظبي تقول تقول هي تصلي وهي قاعدة على الكرسي تقول أقوم الليل ما الحك ما في شيء أبط الفاضل هو الأصل أن المسلم يجوز أن يصلي جالسا في النفل حتى ولو كان قادرا على القيام لكن طبعا سيكون على نصف أجر القائم إلا إذا كان عاجزا ما يستطيع القيام فيصلي جالس والحمد لله أما الفرض فيجب فيه القيام لأن الله تعالى يقول وقوموا لله قادتين ويقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم فإذا كنت يا أخت الفاضلة عاجزا عن القيام أو تجدين صعوب ما في بعض تصلين الليل وأنت جالس على الكرسي وتصلين ما شئتي بارك الله فيك الأخ أحمد بارك الله فيه يسأل عن الفرق بين القضاء والقدر يا أخي الفاضل القضاء القدر هو الذي كتبه الله جل وعلا في اللوح المعفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام وأما القضاء فهو المقضي هو الذي المقضي يعني مثل ما يقولون الإنسان يعطي قماش ثم يفصل هذا القماش على الثوب هذا القماش هو القدر والتفصيل على الهيئة هو الثوب بارك الله فيك ولذلك الإيمان بالقدر ركو من أركان الإيمان والإيمان بالقضاء لا شك بأنه واجب هو الكلام على قضية الرضا هل يرضى الإنسان بالقضاء أم لا يرضى هذا كلام عند أهل العنطوين والقدر سر الله جل وعلا لا يجوز للإنسان أن يبحث عن القدر وإنما يسلم للقدر ولكن يعلم بأن هذا القدر مما أخفاه الله جل وعلا عنه ويعمل بالأوامر الشرعية فالله تعالى أمره بالصلاة بالصيام باجتناب الشرك باجتناب البدع باجتناب المعاصي بكذا يفعل ما أمر به ويجتنم ما نهي عنه ولا يقول والله هذا قدره الله عليه لا ما يجوز لأن أصلا ما يدري كيف عرفت بأن الله قدر عليك كذا هو يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة حصل لك حادث شيء أما على المعصي هذا شأن المشركين كانوا الله عزه حكى عنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم والمقصود يا أخي الفاضل بأن القدر هو سر الله جل وعلا ويحرم على الإنسان أن يخوض في تفاصيله أو أن يفتش عن هذا السر و لقد كان الصحابة يمسكون عن القدر يؤمنون به إيمانا كاملا و يمسكون و القدر له أربع مراتب أولا العلم فالله جل وعلا يعلم ما كان و ما يكون و ما لم يكن لو كان كيف يكون و لذلك علم الله جل وعلا ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقهم قبل أن يخلقهم علم الله أن فلان يفعل كذا و فلان يفعل كذا الأمر الثاني الكتابة فالله تعالى كتب مقادر كل شيء في اللوح المحفوظ الأمر الثالث الخلق فالله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا والأمر الرابع المشيئة المشيئة هذه هي مراتب القدر الأربعة بارك الله فيك أحمد يسأل عن الفرق بين الروح و النفس يا أخي الفاضل هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت و إذا افترقت اجتمعت فإذا جاءت نفضة الروح منفردة فهي المقصود فيها النفس و إذا جاءت الروح مع النفس فيقصد بالروح هذا الذي هو سر الله جل وعلا الذي ما نعلمه هذه الروح العجيبة و النفس هي البدن هي البدن فهذه من الألفاظ التي يقول علماء إذا اجتمعت افترقت و إذا افترقت اجتمعت أحمد يسأل يقول يعني نعم يقول لو أن شابا مثلا كتب الكتاب على فتاة ليتزوجها و حصل عقد الحمد لله يقول هل يجوز أن يلمسها نعم يجوز يا أخ الفاضل إذا عقد الإنسان على امرأة عقد الزواج و كتب الكتاب أصبحت زوجة له فيجوز له أن يلمسها و يجوز له أن يخلو بها لكن أنا أنصحه بأن لا يجامعها حتى يعلن و يشهر الزواج أما إذا كانت خطبة فقط خطبة مجرد خطبة فلا يجوز لا لمسها ولا الخلوة بها ولا الكشف عليها يجوز أبدا هذه الخطبة اسمها وعد بالزواج أما العقد عقد الزواج فهذا تصبح فيه زوجة و لذلك يترتب عليه الأحكام بمجرد العقد أحكام كثيرة بمجرد العقد أبو عبد الله يقول عند أخت معسرة و زوجة كذلك عليه ديون كثيرة هل يجوز أن يعطيها من الزكاة نعم يا أخي أبو عبد الله يجوز يجوز أن تعطي زوج أختك من الزكاة مدام أنا فقير و معسر وتعطي أختك أيضا من الزكاة مدام أنا في مثل هذه الحالة التي ذكرت بارك الله فيك أبو عبد الله يقول عندي أخ طالب في الجامعة أيضا فقير هل يعطيه من الزكاة طبعا أنا سألت أبو عبد الله عن الوالد لأن هذه مسألة مهمة لها تعلق ها ابن أخوها أبو عبد الله يقول ابن أخوها نبهني الأستاذ المخرج على أنه يقول ابن أخيه ما في بأس يا خرفاضي يجوز أن تعطي ابن أخيك من الزكاة مدام أنه طالب في الجامعة وليس عنده شيء ما عنده قدرة وأبوه ما عنده قدرة على الإنفاق عليه يجوز لك أن تعطيه بارك الله فيك أبو عبد الله يقول يعني يريد أن نشتري بيته حريص على أن يبتعد عن كل شيء اسمه حرام أو شبهة هل يجوز أن يشتري من مصرف إسلامي أخي الفاضل يجوز أن يمولك مصرف من المصارف الإسلامية أو جهة معينة بشروط الشروط الشرعية أهم شيء أن تكون الشروط الشرعية تكون الشروط شرعية بارك الله فيك لأن أحيانا بعض المؤسسات الإسلامية حقيقة عندها إشكال في قضية الشروط هذه فما تتنبى لبعض الشروط أحيانا تفرض غرامات هي حقيقة من جنس الربا ما يكون من جنس الشرط الجزائي فلذلك تنبه يا أخي الفاضل إلى مثل هذه القضية هل هي إجارة منتهبة التمليك عن قضية تمويل والله بشروط معينة الأصل الجواز لكن انتبه للشروط يا أخي أبو عبد الله بارك الله فيك محمود يسأل عن كيفية الوضوء الصحيح يا أخي الفاضل الوضوء الصحيح هو أن تأتي إلى محل وضوء تغسل يديك ثلاث مرات كفيك هذه سنة غسل الكثين في أول وضوء سنة إلا في حالة واحدة عندما يقوم الإنسان من النوم ثم تتمضمد ثلاث مرات بغرفة واحدة تأخذ الماء بهذا الطريقة تتمضمد وتستنشق مرة واحدة بدفعة واحدة تتمضمد وتستنشق بدفعة ثلاث مرات هذه السنة المرة الواحدة هي الواجبة الأولى هي الواجبة الباقي سنة ثم بعد ذلك تغسل وجهك ثلاث مرات من حذر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين ومن الأذن على الذن عرضا تعمم وجهك بالماء بحيث أن تتعاهد مجال الدمع مثلا وأسفل الشفا هذه كلها تعممها بالغسل بارك الله فيك غسل الوجه ثم تبدأ بغسل اليدين إلى المرفقين والغسل يبدأ من أطراف الأصابع بعض الناس يغسل من هنا هذا غلط حتى لو غسلت كفيك في أول وضوء هذا غسل سنة وهذا غسل فرض تغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين وتدير الماء بهذا الطريقة حتى ترجع ثم تغسل الشمال ثم تأخذ ماء للرأس تأخذ الماء تنفضه هكذا ثم تمسح رأسك تبدأ من مقدمة إلى الأخير ثم ترجع بمثل هذه الطريقة بارك الله فيك ثم تغسل القدمين مع الكعبين يعني لا بد أن يدخل الماء أن تعمم الماء الكعبين في كل رجل طبعا الترتيب هذا فرض يعني تأتي بهذا مرتب كذلك الموالاة ما معنى الموالاة يا محمود بأن لا تؤخر العضو حتى ينشف الذي قبله اختيارا من عندك يعني مثلا أنت الآن غسلت وجهك مثلا ثم جاك اتصال وقعت تسولف مثلا دقائق حتى نشف الوجه بطل الوضوء بطل الوضوء لا بد أن تعيد الوضوء من جديد هذا يسمى الموالاة لا بد أن أن تغسل العضاء مرتبة ومتوالية بارك الله فيك هذا باختصاري طبعا هناك سنن منها أولا التسمية في بداية الوضو تقول بسم الله السنة الثانية تخليل الأصابع وتخليل الأصابع تخليل أصابع القدمين وأيضا اليدين تخليل اللحية إذا كانت كثيفة مثلا كذلك الدعاء عندك بسم الله في أول وضوء في آخر وضوء تقول الدعاء تأتي بدعاء الوضوء بارك الله فيك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بارك الله فيك هذه باختصار فيما يتعلق بسنن بكيفية الوضوء محمود يسأل عن الذكر عند الدخول للخلاء أخي الفاضل الذكر عند دخول للخلاء يكون أولا لما تجي تدخل تقول بسم الله ما تقول بسم الله رحمه رحيم لا تقول بسم الله اللهم إني أعود بك من الخبث والخبائث هذا لما تفتح باب الحمام وأردت الدخول تقول الدعاء هذا لما تخرج من الحمام بعد قضاء الحاجة تقول غفرانك تقول غفرانك هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمود يسأل عن المس على الخفين يا أخي الفاضل المس على الخفين يكون إذا لبست الخفين أو الجوربين على طهارة تمسع عليهم لا بد أن تلبس الجوربين أو الخفين على طهارة يعني تكون متوضع بالنسبة للمسح تأخذ ماء وتنفض يدك هكذا ثم تبدأ من أطراف أصابع الرجل إلى فوق الكعبيد يعني تطرع في الساق تشرع في الساق تبدأ باليمنة ثم اليسراء المقيم له يوم وليلة المسافر ثلاث أيام بلياليهن طيب متى يبدأ يبدأ من أول مسحة بعد حدث كيف أقول لك كيف لو افترضنا الآن أنت صليت الفجر وتوضأت ولبست الجورب ثم بعد صليت الفجر ذهبت إلى الدوام الساعة العاشرة أحدثت أحدثت الساعة العاشرة العاشرة والنصف توضأت فمسحت أول مسحة هذا يبدأ العد التنازلي لقضية المسحة على الخفين يعني ينتهي اليوم الثاني الساعة العاشرة والنصف هذا باب التقريب بارك الله فيك طبعا تمسح ظاهر الخف ما تمسح باطن الخف هذه بدعة إنما تمسح ظاهر الخف بارك الله فيك وتقبل الله منه منك خلاص أخي أحمد بارك الله فيك انتهى الوقت لكن أجيبك التسويف هذا لا خيرة فيه هذا من وسوسة الشيطان ومن توهين الشيطان ومن كيد الشيطان المسلم لابد أن يكون جاد ويعزم على العمل ويطرد الوساوس أنت تعلم بأن التسويف هذا هو تثبير من الشيطان يجريد أن يثبطك عن العمل خالف الشيطان ويعصي الشيطان وأقدم على العمل توفق بإذن الله أشكر الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء